ينضم إلينا من القاهرة أحمد جمعة الكاتب والباحث السياسي سيد أحمد الاحتلال الإسرائيلي لم يكتفي بما يقوم به من قتل وتدمير وتجويع ولكن أيضا كان لك بحث أو تقرير كتب عن ما يتم في جثامين الشهداء ما التفاصيل وما المصادر؟ نعم بعد التحية لحضرتك ولمشاهدي الغد يعني خلال الأسبوع الماضية كنا نعمل على توثيق جراء جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وكانت تركيز بشكل كبير على فكرة احتجاز جيش الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء الفلسطينيين وكذلك احتجاز عدد كبير من المعتقلين الذين يتم اعتقالهم وفق اعتقال إداري لا توجد هناك أي تهمة لهم جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجريمة بشعة للغاية ترتكب ضد المدنين الفلسطينيين وضد جثامين الأبرياء الفلسطينيين الشهداء كان لنا تحقيقا استقصائيا نشر على اليوم السابع مع الزميلة مروى إلياس تطرقنا لهذا الأمر تحدثنا مع مدير مستشفى الشهيد يوسف النجار في رفح وأطلعنا على كافة التفاصيل هو الذي تسلم الجثامين التي وصلت إلى رفح قبل أن تنقل إلى تل السلطان قرب المدينة لدفنها الجثامين عبارة عن 80 جثمان في صورة بشعة للغاية وصلت 17 جثمان لشهداء وصلت بدون رؤوس كذلك وصلت جثامين منزوعة الجلود وفروة الرأس لعدد من الشهداء وكذلك بعض الجثامين التي شقت بطونها من أعلى إلى أسفل ويخرج منها الدود بشكل باشع وكذلك وصلت بعض الأطراف لشهداء فلسطينيين اللافت في الموضوع أن الصليب الأحمر الدولي لم يكن له دور في الأمر وهذا يعد تجاوزا كبيرا لأنه الجهة المنوطة والمعنية بفكرة تسليم وتسلم الجثامين من وإلى وكذلك الأسرة تحدثنا مع الدكتور مروان الهامس مدير المستشفى وكذلك الدكتور أشرف القدرة والمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة ومكتب تور وينسلد في القدس وكذلك الصليب الأحمر وأطلعناهم على كافة التوصيل التي كانت بحوزاتنا منها مقاطع مصورة وسور وصلتنا بشكل حصري ترصد وضع الجسامين الصور بشع للغاية وتحفظت مؤسسة اليوم السابع على نشر هذه الصور احتراما للأعراف الإنسانية لكن هذا يؤكد الجريمة البشعة التي يرتخبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في ظل الصمت الغريب الأمم المتحدة رفضت التعقيب على هذا الأمر وقالت يمكنكم التواصل مع أي جهة أخرى لا نريد التعقيب الصليب الأحمر أكد أنه لم يشارك ونفى تماما أن يكون له دور في فكرة تسلم الجسامين لأن الصليب الأحمر دوره هو فحص الجسامين قبل تسليمها إلى الجانب الفلسطيني ما حدث أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع كافة جسامين الشهداء في حاوية ووجه صائق وقائد هذه المركبة إلى مستشفى يوسف النجار عبر جي بي اس دون أي إجراءات وذلك للتغطية على فكرة الجريمة البشعة التي أرتكبت علما أن إسرائيل وقد أشرنا إلى ذلك تمتلك واحد من أكبر بنوك الجلود في العالم رغم أن المستوطنين يرفضون فكرة التبرع بجلودهم عقب وفاتهم إذن من أين لإسرائيل هذه الجلود الضخمة وقد اتهم في السابق وزير شؤون الأسرة عيسى قراقع الجانب الإسرائيلي باحتجاز مئات الجثامين للشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا داخل المعتقلات الإسرائيلية ويرفض بشكل كامل بأنهم دفنوا في مقابر يطلق عليها جيش الاحتلال مقابر الأعداء وهي مقابر سرية الجيش الإسرائيلي لم يكشف أيضا عن هوية الشهداء الذين نقلوا إلى رفح وكذلك مصير المئات من الشهداء المحتجزة جثامينهم منذ السابع من أكتوبر الماضي رصدنا هذه الأمور كافة ووصلتنا وسائق وسور حصرية ومقاطع مصورة ترصد الحالة المزرية لوضع جثامين الشهداء تواصلنا مع المفاوضية السامية لحول إنسان التابعة للأمم المتحدة ووعدوا بدراس الأمر وإرسال رد كامل على هذه النقاط كان هناك تفاعلا كبيرا من الفصائل الفلسطينية حركة حماس وحركة فتح وكذلك الجبهة الشعبية ومنظمة التحرير وحزب الشعب كلهم تفاعلوا مع هذا التقرير وأشادوا به وأكدوا على ضرورة أن يرفق ضمن أي ملفات ترفع إلى الجنائية الدولية لملاحقة الجانب الإسرائيلي على هذه الجريمة الشنعاء التي ترتكب ضد أبناء الشعب الفلسطيني أيضا أبرزنا فكرة ازدواجية المعايير التي تتعامل بها الولايات المتحدة وأوروبا تجاه ما يجري في قطاع غزة يعني عندما اندلعت الأزمة الأوكرانية الروسية كان الغرب يعني يقوم بإصدار بيانات واستصريحات في كل الإعلام الأمريكي والأوروبي ينتهك أو يندد بحالة التجاوزات حول الإنسان لكن الآن ما يحدث تجاه شعب أعزل في قطاع غزة محاصر منذ عقود لا يتحرك أي أحد هذا الشعب البريء الذي يرتكب بحقه هولوكوست هذا هو الهولوكوست الحقيقي الذي يرتكب وليس الهولوكوست الذي يروج له الاحتلال نحن جين لم نحضر الهولوكوست الذي تعرض له اليهود لكن نشاهد الهولوكوست كل يوم في قطاع غزة في ظل هذا الخزي والعار الأمريكي والأوروبي الذي يدعم دولة الاحتلال والكيان الإسرائيلي المحتل الذي يسعى لاستهداف الدول العربية وليس القضية الفلسطينية وحدها وسنواصل خلال الأسبوع المقبلة إعداد وإصدار وتوثيق عدد من التحقيقات الاستقصائية ستوثق بشكل كامل الجرائم البشعة التي ارتكبت من السابع من أكتوبر وحتى الآن وهناك معلومات مهمة سنكشف عنها نحن متواصلون في هذا الملف وسنواصل العمل بشكل كبير على كشف الجرائم نتمنى أن يصحوا ضمير العالم الحر وأن تصحوا المنظمات الحقوقية التي تدعي الحيادية وتنصف هذا الشعب المظلوم الذي ينكل به بشكل يومي ويهجر ويستهدف يمارس ضده سياسة التجويع والتعطيش والحصار والقتل كل هذا يجري وصمت أمريكي مخزي بل أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم الصهاينة في هذه الجريمة البشعة وهم يؤكد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد حليفة موثوقة أرجو أن تنتظر معنا سيد أحمد سندب إلى هذا الخبر العاجل وهو الخاص بوقوع إصابات في صفوف جيش الاحتلال بعملية دهس على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل ينضم إلينا من الخليل رائد الشريف مراسل الغد ما تفاصيل هذا الحادث سنعود لاحقا إلى مرسلنا رائد الشريف من الخليل لمتابعة هذا الخبر ونعود إلى القاهرة مع ضيفنا من هناك أحمد جمعة الكاتب والباحث السياسي سيد أحمد كان الحديث حول ما تم توثيقه من عمليات لسرقة أعضاء وتشويه لجثامين الشهداء ما هي الصور التي حصلتم عليها كما تحدثت؟ حصلنا على سور خلال توثيق عملية استلام هذه الجثامين لم تزع عبر وسائل الإعلام وتحفظنا على نشر حوالي 70% من هذه السور والمقاطع تظهر بشكل كامل وضع الجثامين التي وصلت جثامين محللة بشكل كامل جثامين تم فتح بطونها من أعلى إلى أسفل وأفرغت الأعضاء منها يخرج منها الدود وكذلك 17 جثمانا قطعت رؤوسهم يعني 17 جثمان بلا رأس أيضا جثامين نزعت منها الجلود وفروة الرأس بشكل كامل هناك أيضا بعض الأعضاء والأشلاء وصلت لا يعرف هوية هذه الأشلاء تتبع من وكان جسد يصل منه ساق فقط وجسد يصل منه قدم فقط الاحتلال الإسرائيلي جمع هذه الأعضاء ووضع كل عضو في كيس منفصل وقام بترقيمه وانتهك القانون الدولي بعدم إرسال هوية هؤلاء متى تم احتجاز هذه الجثامين ومن أي من المقابر المتواجدة في قطاع غزة وهذا انتهاك للقانون الدولي الصريب الأحمر أيضا تواصلنا معه لأنه دوره فكرة تسلم وتسليم الجثامين ما بين أي من أطراف النزاع لم يكن له أي دور ونفى ذلك تماما المسؤولون في قطاع غزة أكدوا أن حاوية جاءت عبر معبر كارم أبو سالم عبر الجي بي اس ووصلت إلى المستشفى ودكتور مروان الهامس تسلم هذه الجثامين ووثقوا هذا الأمر بشكل كامل بعد ذلك نقلت إلى مقبرة جماعية في طل السلطان وتم دفنهم جميعا في مقابر جماعية كما قلت لسيادتكم أن الجانب الأمريكي والجانب الأوروبي يتاجر بملف حقوق الإنسان يستخدم هذا الملف لتحقيق مصالح شخصية عندما حدثت الأزمة الأوكرانية أقاموا العالم على قدم واحد بسبب ما وصفوه انتهاكات حقوق الإنسان في المقابل هناك شعب يباد وينكل به تمارس ضده سياسة التجويع والتعطيش والحصار والقتل الممنهج والسهداف لمناطق للمزانيين وفي ظل هذا العدوان وهذه الجريمة وهذا الهولوكوست الذي ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة يقف المجتمع الدولي عاجزا أو بمعنى أدق لا يريد أن يفعل شيء سوى دعم الاحتلال الإسرائيلي في إبادة الفلسطينيين وذلك لصالح مشاريع خبيثة بعينها في المنطقة تستهدف في الأساس اكتثاث الفلسطيني من أرضه وتفتيت أي طموح فلسطيني لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود مترابطة الاحتلال يعني عزل القدس عن الضفة الغربية ثلثي المناطق في الضفة الغربية أصبحت مستوطنات الأراضي سولبت ونهبت وتم قدمها وكذلك قطاع غزة فرد على القطاع حصار كبير وتخطط إسرائيل الآن لضم مناطق من شمال القطاع وشرق قطاع غزة إلى المنطقة التي تصفها بالمنطقة العازلة وهو سيؤدي إلى تصغير يعني ضغط مساحة قطاع غزة وهذا يؤكد وجود نية مبيتة لممارسة التهجير القصري ضد أبناء الشعب الفلسطيني ركزنا في التحقيق ما قلت سيادتكم في اليوم السابع مع الزميلة مروى إلياس على رصد وتوثيق كل هذه المعلومات وتواصلنا مع منظمات أممية ودولية لكن يبدو واضحا أن هناك انحيازة كبيرة من هذه المنظمات إلى الجانب الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية هي الممول الأبرز والرئيسي بهذه المنظمات وقد تكشفت حقيقة هذه المنظمات التي تدعي زورا أنها محايدة وتعمل على إرساء حقوق الإرسام في المنطقة في المقابل هي صامتة وخرساء في ظل ما يجري في قطاع غزة من مجازر وإبادة جماعية تمارس للشهر الثالث على التوالي في ظل وضع إنساني كارثي وأكبر عملية ترانسفير أكبر عملية تهجير قصري داخل دولة يحدث داخل الأراضي الفلسطينية هو الذي جرى في قطاع غزة بتهجير مليون وثلتمائة ألف مواطن إلى أقصى جنوب قطاع غزة وهو ما يؤكد وجود نية مبيتة للاحتلال لإرساء مخططات جديدة وفرض واقع سياسي وعسكري جديد في القطاع مما يتطلب تحركا فاعلا من الدول العربية وكذلك المجتمع الدولي بلجم الاحتلال على وقف هذا العدوان وقف عملية التهجير القصري أو هذا المخطط والحل الوحيد هو الجلوس على طاولة المفاوضات المفاوضات وحدها هي التي ستحل هذه الأزمة بالمناسبة الإقليم لن يستقر أبدا في حال لم يتم حل هذا الصراع ومنح الفلسطينيين حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 67 سيد أحمد ربطت ما بين هذه الجرائم التي تحدثت عنها والمتعلقة بجثامين الشهداء وما بين ما لدى إسرائيل من بنك الجلود ما تفاصيل هذا البنك وما المعلومات وكيف تم الربط الجانب الإسرائيلي دشن بنك الجلود سنة 1986 بعد أن قامت أمريكا بهذا الأمر وبدأ خلال هذه الفترة وطوال تسعينيات القرن الماضي على سرق ونزع الجلود من كافة الشهداء الفلسطينيين الذين تم ارتقوا داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية وقد كان هناك اعترافا رسميا من وزارة الصحة الإسرائيلية عام 2009 بأن ذلك حدث فعليا في تسعينيات القرن الماضي وأنهم لن يقوموا بذلك مستقبلا وبالمناسبة كان هذا يتم وفق قوانين عسكرية مشرعة داخل الاحتلال الإسرائيلي جلود بكميات ضخمة متواجدة في هذا البنك الذي يصنف واحد ضمن أكبر ثلاثة بنوك للجلود البشرية في العالم رغم أن الإسرائيليين يرفضون التبرع بجلودهم بعد وفاتهم لكن من المستغرب أن يكون لجيش الاحتلال الإسرائيلي والكيان الإسرائيلي هذه الكميات الضخمة من الجلود وهو ما يرجح الفرضية ويؤكد ذلك بعد تواصلنا مع المصادر الرسمية التي كانت عاصرت هذا الأمر الوزير عيسى قراقع الوزير السابق لشؤون الأسرة وبعض الباحثين في مؤسسات المعنية بالأسرة أكدوا وجود جثامين محتجزة تقدر بالمئات لدى جيش الاحتلال الإسرائيلي ولا يعرف مصيرها والبعض منهم يطلق عليها مقابر العدو مقابر سرية لدى الاحتلال الإسرائيلي ويرفض الاحتلال الإفساح عن هوية هؤلاء القصة فعليا فجرت في تسعينيات القرن الماضي عبر صحيفة سويدية وصحفي سويدي وثق هذا الأمر في قضية الشهيد بلال غانم بلال غانم الذي اعتقل في الضفة الغربية في تسعينيات القرن الماضي كان عمره 19 سنة احتجزوا الاحتلال بزريعة القيام بأعمال إرهابية أطلق عليه النار ثم احتجز جثمانه لفترة طويلة أعاد الجثمان بعد فترة وطالب أسرة الشهيد بلال غانم بضرورة أن يطفل ليلا وفرد حظر تجوال كامل ورفض الاحتلال فكرة فحص الجثمان ورغم ذلك الأسرة تمكنت من التقاط صور لحالة الجثمان الذي تم شق بطن الشهيد بلال غانم من أقصى من أعلى إلى أسفل ووثقت هذه الشهادات ونقلتها الصحيفة السويدية مما أكبر الجانب الإسرائيلي على اعتراف بهذه الجريمة التي كان يرتكبها على مدار 14 سنة وقال أن ذلك لن يتقرر لكن الكنيسة الإسرائيلي شرع بالقراءة الأولى مشروع قانون يجيز للاحتلال القيام بهذا الأمر وهي جريمة حرب تضاف إلى جرائم للاحتلال الإسرائيلي هذا ما حدث فعليا خلال الأيام الماضية فجرنا في بداية ديسمبر الماضي هذا الأمر عندما كان هناك تقارير وأحاديث تتحدث عن هذا الأمر حتى وثق الأمر بشكل كامل من الإعلام الحكومي وحرصنا على التواصل مع كافة الأطراف المعنية في هذا التحقيق الاستقصائي هناك جهات مفهوم موقفها لن تعلق بسبب الولايات المتحدة الأمريكية والضغوطات التي تمارسها سواء على الأمم المتحدة أو على مجلس الأمن بعرقلتها مشاريع قوانين لوقف العدوان أو حتى برفضها استزار أي قرارات أو مواقف من منظمات أممية وحقوقية تدين السلوك الإسرائيلي وهو ما يؤكد أن أمريكا نفسها متورطة الفصائل الفلسطينية جميعها حماس وجبهة الشعبية منظمة التحرير وكذلك حزب الشعب وحركة الجهاد كل فصائل فلسطين أثنت على هذا التحقيق وأكدت على ضرورة أن يكون وثيقة ترفق دمن أي ملفات لقضايا يتم ملاحقة بها الجانب الإسرائيلي في المحاكم الدولي شكرا أحمد جمعا الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من القاهرة